السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم في هذه الحلقة لأننا نحاول نقدم فيها يجوبي على السئلة البرحة التي عدلنا في هذه المسابقة هذه المسابقة كانت هي أول مسابقة نعدلها في هذا المجال وكانت لها سئلة ومتناول هدف منها نعرف منين وصل الشباب في التعلم نحن فاتحين من قناة على اليوتيوب للتعلم نختارونا عرف التعلم منين وصل ونشوف من دراكان فيهم تطورات ومولي نختاروه شوي نعودوا ونعودوا نعرفوا المستوى اللي يلاحقوا الشباب باش نقدموا ونقدموا المشي جديد وروايات اللي ما هاتوا فهموا 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 لكن نختارونا نعدل رد على السئلة طبعاً مسابقة طرحت على مجموعة كريبتوريم التعاون مع كريبتوريم وطرحت على مجموعة انقالها التداول شرح التداول باختصار المبتدئين فهمتوا هذه المجموعة للتلقران طبعاً السئلة كانوا عبارة عن عشرين سؤال يقير واحد من السئلة وقد عليا معارضة منين وتخطينا عدولة ساعة عشر سؤال وحاولتهم معنا معدوم بسطين نبدأ بكل واحد سؤال الأول أي من العملات التالية في أي سنة تم إنشاء البيتكوين هذا كل حد يعرفه 2009 عن طريق ناكوموتو ساتوشي ناكوموتو عندك هون سؤال سؤال الثالث منين سؤال الثالث خطيناه سؤال الثالث ما هي العملة المشفرة الأكثر تداولة في العالم هون ياسم خلق غلطوا بالبيتكوين البيتكوين ما هو أكثر تداولة في العالم البيتكوين قد عود عند بعض الناس مثلاً من الشهرين والناس عند الفوضاء أكثر شيء تداول في العالم هو الـ USDT الـ Tether كل حد محفظة قد عدوا فيها الدولار لا يمكنك عدوا فيها بيتكوين بيتكوين ما هو عند كل حد ما هو كل حد مالك بيتكوين في المنصات ما هو كل حد مالك بيتكوين محفظته غير الـ Tether الـ USDT أكثر من أحد مالكه الـ Tether هون ما هو العملات أخرى طبعاً السؤالة الرابعة أي من العملات التالية تم إشاؤها أولاً طبعاً هذا حسب تاريخ العملات الـ Tether طبعاً هذه العملات تابعة لـ Elon Musk أكبر المستدد من العملات الرقمية السؤال الخامسة من هو الذي أنشأ البلوكشين الـ Ethereum ذاك معروف بيتاليك بيتهنوم اللي هو هذا رأى الثاني اللي مالوه الـ Ethereum سمحوني ندير لكم على الثلاثة قلنا عنه أكثر تداولاً تتأثر شوفوا هون ياسم الخلق بيتكوين الثلاثة السبعين شوفهم الثلاثة السبعين بيتكوين الأكثر تداولاً تفهمتوا؟ ما هي الأكثر شؤورة ما هي الأكثر مذنن ماركت كاب قيمة سوقية معه ذاك السؤال الرابع هذا قلنا أيهم تمشي أولاً داجكوين أو اللي هنقضوا السؤال الخامسة من هو الذي أنشأ البلوكشين الـ Ethereum قلنا عنه في تاريخ اللي هنقضوا السؤال سؤال ستة أي من العملات التالية ما هي شبكة شبكة Ethereum كاردانو لا يبني عليها كاردانو ما هي أولاً كاردانو لا يبني عليها كاردانو دمج الشبكة والمورو والسيباراسي كلهم عندهم معنا ومنذ أنشاء لدينا حلقة عن البلوكشين من أعطركم ونشرح لكم هؤلاء الأربع بهم يحتاجوا حلقة وحدهم وتعرفوهم السؤال ما هي خطة شركة تيسلا في مجال المعات الأقمية طبعاً تيسلا قارباً يقبلوا بيتكوين كعملة للدفع وطبعاً عندهم هؤلاء قارباً داجكوين يقبلوها طبعاً لماذا جملة تيسلا هنا؟ تيسلا هي مكبر الشرايك اللي مالك إيرو ماسك وهو كثير رجل الأعمال مستثمر العمات الأقمية وذلك شركته مهمة جداً العمات الأقمية وقبولها لبيتكوين هذا هو من يطور من استخدام ناس بيتكوين لا علاقة لهم طبعاً السؤال سؤال 10 أي من شبكات البروكشين التالية لا يدعموا العقد الذكية داجكوين طبعاً هو الجواب ياسم الناس هنا طبعاً إجابة الناس عقباً سؤال سؤال الأولي الناس ياسمهم يداروا البيتكوين البيتكوين لم يكن يدعم العقد الذكية قد يدعمها بيه اللي عادت عنده STX اللي يبنى عليها العقد الذكية فهمتم عنده واحدات عملات خين البيتكوين عندها عملات اثنتين وثلاثة يدعم العقد الذكية وهم مقاع STX هي اللي اللي قد تكلمنا عنها في واحد من فيديوهات سؤاله ودعه اي من العملات التاليه عملات الليوي LeyarioN طبعاً هذا الليوي ماهي كاردانو تنيهة جواب بيتكوين هذا بسبب جواب الصحيح المهمة، هذه البيتكوين هو جواب صحيح 스펀 Luke pew urities هو جواب الصحيح لاي arguing ما معنىée متى ماتك ماهي Laيروان وكاردانو من فتوح المصدر هدوكjcie ألا engage هذه البيتكوين ما هي؟ لايروان فهم لايروان لايروان هي أي عملة عندها شبكة خاصة بها شبكة بلوكشين خاصة بها وذلك شبكة تسمح ببناء شبكات بلوكشين أخرى عليها كماذا نظرك الاثريون تسمح هي مراسها الشبكات اللي ينبنو عليها لا يعودوا يحلوا مشاكل الشبكة الرئيسية كماذا نظرك الاثريون عندها الابتوس طارية وعندها ماتيك كلهم متحل المشكلة تعرفوا كيف هكذا مذنب مثلاً طريق كان جاء خلقت بيه سر كلاسيوم كيف الاثريون والله خلقت بيه سر كلاسيوم وكانوا طريق ما الذي يخلق؟ ليه يجي واحد ويفتحهم طريقة من زر يقول لهم الوثاة كامل يبقوا يقوضوا ملاه يقوضوا ملاه جهير وملاه يخوه كيف هم من المعادلة الماتيك؟ وفي الرسوم خافطة الرسوم خافطة المعاملات فهمتوا وكيف ملاء الليه يتعدل ابتوس اللي يطرى المرج وملاه يتعدل اربيترون ومزار جاي املي وهو كامل الامرات الليه يكون مبنيين على شبكة اثريون الليه يكون مع الليه يكون شبكة تقبل ببنها هي مراسة تقبل بلوكشينغ خاصة وفي نفس الوقت تقبل بلوكشينغات اخرى يبنوا عليها اذا نتقدموا السؤال اي من المنصات المركزية التالية مبنية على شبكة اثريون اني سواب طبعا ببنك سواب مبنية على الشبكة البيانانس والنامي مبنية على شبكة كاردانو هي محفظة لا محفظة اني سواب ملي محفظة ونسبة الوقت ملي منصة المركزية اني سواب المنامي مجرد محفظة لاني سواب تحول عمولات كاردانو وبياناته اني سواب اني سواب اي من المنصات التالية لا تقبلوا لبيع واشراء الانفتي اني سواب كريبتو دوت كوم وبياناته اني سواب اني سواب اني سواب تقبل بروف او ستيك معناها حد يخزن عمولاته بروف او فورك معناها حد يعدن بروف او فستوري معناها تحفظ تاريخ المعاملات فهمتو؟ هذه الطريقة التي تعدل بها هو اسم السولانا طريقة الباطل اللي مريع عليها سولانا عن طريق نظام بروف او فستوري نتقدم سواب 15 يتم اكتتاب العملة عن طريق ال اي دي او وهذا شرحناه في فيديو في قناة اللي كربته بالحسانية شرحنا فيه ال اي دي او وال اي سي او والاكتتابات كاملة وانت تخلف ذلك اكتتابة انت تخلف ذو من انتج بعضه من انتج بعضه غير ياسم ناس اسف ما يقرم والله ما يتابع الفيديوهاتين يو فهم سؤال الخمسطعش على موقع العملة موقع العملة يعدل عليه الاي سي او فهمتوا الاي سي او اللي هو الكتاب عن طريق موقع العملة وفي منصات اللامركزية طبعا الاي دي او يعدل منصات اللامركزية فهمتوا منصات اللامركزية منصات buy طلاق المشاريع منصات gamify منصات منصات yank starter yank starter paragen blocktaps في المحافظة المركزية الخاص بها محافظة تفكر أما مناسبة على منصات المركزية والمعiodيتون أجل تكون لديهم 20% المنصات المركزية أنظراتي عنهم سؤال 16 ان يتم الاكتتاب هذا هو اللي يتم الاكتتاب عن طريق منصات المركزية منصات المركزية فهمتوا كيف بانانس كيف كوين كيف جيتس الفرق بين اي سي او و اي دي او و اي او نشوف الاكتتابات عندي الحقه 13-14 على قناة تكريبتم الحسانية يجب ان ترى الفرق بين هذو الكتابات ثلاثة كل واحد وضحنا لماذا وانت يعدل وشي كانوا ساكريته وشين مشاكل وشين هي ايجابيته السؤال 7 متى نطلق على عملة رقمية اسم توكن وهذه الاسف خطأ فيهم وليسم الخلق انا قاعد تمحت بيهم الخطأ متى نطلق على عملة اسم توكن وعندما يتم ادراجه على منصات معان الله خبار ما عند بي علاقة عندما يكون لها اشتبكة بلوكشيل خاصة بها وهذه تقالها كوين فهمتو ؟ هي خارقة كوين وخارقة توكن كوين الي نقال عندما يكون لها شبكة بلوكشين خاص بها نقالها كوين عندما تكون بحاجه لشبكة البناء عليها لا بدى لمشبكة نبرع ليها حدا يقالها توكن معانك من ان شروا عملة اي عملة يتحلل خرص كان مكتب إحدى هذو تقالها وكان كوين فهمت انه قد عملة عقل عايقل شبكة بلوكشين خاصة لدينا مكتوب لها Token عرف عن ما عندها شبكة ولا بدان من شبكة تنبرا عليك شبكة Ethereum أو شبكة Binance Smart Chain أو Polygon السؤال 18 إذا نقلت كمية من عملة USDT على شبكة Tron إلى MetaMask ماذا سيحدث؟ واحدين قطعا قالوا عنها دوت جيهم على شبكة Tron هي لن تخصيل العملة إلى MetaMask لماذا؟ MetaMask لا يدعم شبكة Tron لديهم لا شبكة Binance Smart Chain و اثريون و بوليغوم و أحدهم لا يدعم شبكة Tron لا يدعم شبكة Tron و دائما تخلق به كثير من تحويلات كثير من تحويلات الناس الـ USDT و TRC الـ USDT و TRC و وقع على شبكة بوليغوم شبكة موسم و شبكة Binance Smart Chain يقول لدينا هذا لا يدعم شبكة تنبرا عليهم والأسف يحاولون شبكة Tron شبكة متماسكة و قد يتفضل نطرح السؤال كيف يحاول شبكة شبكة اي منصة يجب عليها و يعرف تقبل اي شبكة اذا كان الشبكة لا يحاولوا عليها كانت موجودة حق السؤال السؤال ما هي العملة التي لها وراكل خاص بها طبعا هاي العملة معروفة عنها كاردانو عملات الخلين كاملين انكتريت الوراكل اللي عندهم مشتركين مع و الوراكل هذا دائما هو معناها البيانات البيانات العملة على الانترنت كامل كمثلا شارتها و سعرها و عدد ماكس سبلي و عدد باطيكان معروفة هذا كامل لازم عدد فهم عملة و عدد اي شي يقول لهم عن الوراكل لما يجمع جميع البيانات حتى العملة لا تفتت حتى ما هو الوراكل هذا يساعد العملة بأنها يثبت سعرها و مثلا سعرها في بايناص و سعرها في كيكوين سياني فهمت يوازن بين السيولة مثلا 10 دولار و سعرها في كيكوين يشروه يبيع و شوار بايناص و إذا لا يتخسر ما تحتعمل فهمتوا طبعا هذا مكان ما أكتل السئلة سؤال 2222 ما هي أهم من منصات لا مركزية لإدراج مشاريع بلوكشين هون أهم من منصات لا مركزية لدينا مركزية لا مركزية كيكوين منصة مركزية كيكوين لست أنا قلت هنا لإدراج مشاريع بلوكشين ما قلت مثلا ما هي مشاريع بلوكشين و مشاريع العاب و مشاريع متافيرس فهمتوا حسب مشاريع بلوكشين السياسة تطلقهم منصة ينقالها كيكوين لست فهمتوا كيكوين لست منصة رائعة جدا و هي تقريباً أولاً عالمياً طبعاً مشكيتها لا شرطها واعلين حتى هو السبياس من أسمانيها شيء غالباً حد قلت وثقها و عندهم اللي عملين قال لها الكرامة تم تستيكي شيء من العملات فيها و تم يعطوك الكرامة الكرامة عن طريقها تحصل مثلاً 800 كرامة عادة قدوا أي عملات تنطرح تشارك فيها كواليست هي اللي انطرح تجاه السولانة 0.22 سولانة مشاركة الـ 400 معنى كواليست هذه مائي سيبة و اكترح العملات الانات الانات و اصنى مطرحة لها المشاريع والمشاريع طبعاً هذا هو مكان السياس و اصنى مبارك الـ الفائزين الفائزين فائزين الفائزين فائزين معنى البارح طبعاً لسه ما كان الفائزين ياسرين حينقص مجموعة الفائزين الفائزين لسه ما كانوا ياسرين يا عقير بعض الحمدالله خليك بعد هز رغم عن نتائج لما كانوا ماكن توقع من هذا ولم يكن كنت أتوقع عنها صراحة كنت شاكين أن يجب أن نرى فيسات نجبار واحد مثلا عنده ساعة 18 والا 18 والا شيء والأسف الشديد ماكما هو الكان خلق نتاج ذهما ونصف مشاركة جيدة فهمتوا ندرى نتاج الأخ قال له دين مد هذا هو الهي لجباب 11 من 20 اللات أقريبا ناجح فهمتوا والله تقول عنهما يعدل أهم اسمهما فهمتوا ثالبه مندر مندر هذا جباب 11 مولي متقابلين سيئا معه محمد هذا جباب 10 تامة هؤلاء ثلاثة هموناشحين الآخرين كاملين دارك هذا السيدي جباب 9 من 20 وهذا الأخ قال له الداه محمد جباب مولي 29 من 20 الآخرين ما نقنع نتاج منهم دور شوفوا انتم وحدهم هم هذا هو همشي السياسة لها كانت تجربة والهدف منها نشوفوا نسبة الوعية نشوفوا مولي الشباب ونفيقوهم عليها عن معنومات هم من تمشي تداول والله تلاود العملة تربح فيها ولا تربح فيها لين تتعلم تقل تربح فهمتين ما تتعلم انتم دائما مهما ربح الدور تخسر وتخسر أكثر منه تعقب يطيل لك قاعد تداول يطيل لك المنترقمية وتمشي ودرك شاكرينكم على المتابعة وحد عنده سؤال يطرحوا لي بالخاص ندر ان شاء الله نعدل مسابقات جديدة وليه يقعد فيه مصر الجوائز قيمة ان شاء الله هاي كانت تجربة نشوف هذا المسابقة الطريقة التي تعدل بيشنه ان شاء الله مسابقات جيدة نعود جيدين وفيهم جوال ان شاء الله وتابعونا على القناة ودعونا عجابة تعليق وقناتنا ان شاء الله دور تمتد تقدم لكم الأفضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته